والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول أيها الإخوة والأخوات صيام مقبول بإذن الله وذب مغفور وعتق من النار نحن في العشر الأواخر هذه أهم أيام هذا الشهر المبارك وأهم لياليه فبن نشد بعزمنا بإذن الله بالطاعات والأذكار والصدقات وسائر القربات من صلة رحم وغير ذلك تفقد الضعفاء والمساكين والأرحام الأرحام الأرحام في هذا الشهر أدخل السرور على أرحامكم أنتوا شايفين الوضع الآن مش بالسهولة أنه نتحرك ونتزاور لكن الحقيقة بنقدر نتواصل هين الآن أنا قاعد بتواصل معكم بتكلم معكم من باب أولى تكون هذه العلاقة مع الأرحام والتواصل بالتلفونات والفيستايم وغيره على العين والرأس لكن من أجمل وأحسن وسائل التواصل الهدايا خاصة الهدايا المالية طيب أنا أختي مش بحاجة والله عاد أنا غني وبحب الهدية هذه هي الرحم حتى لو كانت ليست بحاجة فنرجوكم أن لا تنسوا مثل هذه الأمور مشكورين مأجورين إن شاء الله تعالى طبعا نحن نريد في هذه الحلقة من حلقات دروس الفقه الحديث في آداب الصيام آداب الصيام الصيام هذا له آداب وله ما يزينه ويجمله ويحسنه أنت لما بتروح بدك تأخذ هدية لواحد بعز عليك أو أخت بدك تأخذ هدية لوحد وضعت يعني أو خطبت أو تزوجت ما بتأخذ الهدية نفسها هكذا وبتعطيها وبتعطيهم إياها بتكون هدية ناقصة وإنما تجملها وتزينها وبتحطها في بكس معين وعليها وردة وشكله وبتروح على وبجوز بتدفع أكثر مصاري الصيام هناك ما يجمله لأنك بتهديه لأعظم حبيب بتهديه لرب العالمين سبحانه وتعالى هذه عبادة هذه عبادة فجمل العبادة وطيب العبادة فليس فقط هكذا تكون تكون وفري ريجد من بعضنا وما بيكون يعني في في تندرنس في فاستين فالنبي صلى الله عليه وسلم سنى لنا سننة هذه تجمل الصيام وأدبنا بآداب عليه الصلاة والسلام منها السحور السحور كثير من المسلمين لا يتسحرون خاصة الشباب الشباب يعني بقول لك أنا بأكل وبنام ما حد يقربني أنا ما عندي وقت للصحور هذا وقت طبعا هو غلطان لأنه الإنسان سيسأل هذه من المراحل الحياة اللي هي غالية جدا هذه وعن شبابه فيما أبلاه أعطيتك فترة شباب وقوة وقدرة على الإتيام بأمور لا يستطيع أن يأتي بها الشايب كبير وأعطيتك إياها لحكمة شو عملت بهذه الفترة فترة الشباب ضيعتها على نعوذ بالله الحرام والفواحش واستعمال هذا الجسد القوي في مساخة الله أم أنك استغليت هذا الجسد في طاعة الله عز وجل الشاب قبل غيره لازم يقوم بدري طيب مش أنت لازم بدك المفروض يعني السنة إلك تصحى قبل الأذان وتصلي لك كم ركعة خاصة في العشر الأواخر الليالي هذه العظام تصلي كم ركعة لله عز وجل و ثم بعد ذلك تتسحر ثم بعد ذلك تصلي الفجر يعني يا من لا تتسحر لأنه بين السحور وبين صلاة الفجر دقائق وبين صلاة الفجر والشروق في شوية وقت لكن من السنة إنك تقوم وتتسحر فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأنه قال تسحروا فإن في السحور بركة فيه بركة والبركة هذه الحقيقة ملموسة في حياتنا بنشعر فيها وباللاحظ البركة كيف بنلاحظها بتعطينا قوة في النهار يعني الإنسان يعني بصوم الآن 16 ساعة وكسور فبتعينه هذا السحور اللقيمات البسيطات تعينه على صومه وعلى الخفة من حدة الجوع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري وحتى لا يذهبن الخيال كل مذهب لما النبي صلى الله عليه وسلم يؤدبنا ويرشدنا إلى هذه السنة ما يشل مقصود أنك لأنه بعض الناس في السحور مثل الفطور يعني فيه طبيخ وفيه قلي وفيه وجبة كاملة ماشي طيب ومبارك ما فيه مشكلة هذا أيضا سنة لكن أنا بقصد الحد الأدنى من السحور لو شربت مية وكلت حب التمر هيك سحرت هذا سحور ولذلك العلماء قالوا يتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء تصور حاطب جنبك على السرير كاسة مية أو كنينة مية قبل الأدنى بخمس دقائق اطلقوا بسم الله عز وجل وشربها بيمينك وهيك تسحرت واستجبت لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري يروي حديثا السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين يعني معقول أنك تخسر صلاة الله عز وجل وصلاة الملائكة شو يعني صلاة الله عز وجل ما هي صلاة الله عليك وعلى الناس الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي عليك أنت الصلاة رحمة ومغفرة وقبول ومدد من ربنا إلك هذه الصلاة يصلي عليك سبحانه وتعالى فلا تخسر هذا بسبب نصاعة نوم زيادة أما وقته وقت السحور بيبدأ من وينت الآن كلكم حتستريحوا من هذا التعريف ويقولوا إذا هيك السحور هذه سهل ما إحنا بنضلنا وكل إحنا قبل ما نام وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر لكن المستحب يتأخر إلى ما قبل صلاة الفجر قبل طلوع الفجر قصده يتأخر تؤخر السحور لكن متى أي ساعة منتصف الليل بدك يا سيدي تشوف الغروب متى حوالي ثمانية والفجر متى حوالي أربعة من ثمانية إلى أربعة أظن ثمان ساعات مش هيك على اثنين أربع ساعات صح؟ قسمها على اثنين أربع ساعات زيدها على وقت الغروب اللي هو ثمانية زائد أربعة الساعة اتناعش اتناعش بيبدأ منتصف الليل الساعة اتناعش هذا هو منتصف الليل طبعا بيختلف بين الشتاء والصيف بس هذه هي المعادلة شو اللي بدك تساويها يعني فوقت السحور هذا الوقت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية بين قيامنا للسحور وبين الصلاة قدر ما ترتل خمسين آية يعني الخمسين آية بتخلصها قل من عشر دقائق عشر دقائق ربع ساعة إذا بدك يعني تتمهل بالقراءة رواه البخاري ومسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أو الصحابة عن عمر بن ميمون قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا شو يعني لما يأذن المغرب على طول يفطروا على ماء على حب التمر وصلوا المغرب بعدين المائدة كانوا دائما عجلوا الفطر مش أخر الفطر لربع ساعة ونص ساعة قليل الآن اللي بيعمل الفطر ما احنا كلنا بنكون جعانين وما مصدقين وأذن مشان نأكل ولا لا قال وكانوا كانوا أبطأهم سحورا يعني يتسحروا متأخرين وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور هذه سنة طيب لو ما قام من مرة ولا استيقظ ولا تسحر علي إثم ما علي إثم يعني ترك أدبا من أداب الصيام أيضا ذكر أهل العلم موضوع الشك في طلوع الفجر إذا شكيت أنه طلع الفجر ولا لا لو شك في طلوع الفجر فلازم يتأكد يأكل حتى يتأكد أنه طلع الفجر ما يمتنع عن الأكل يقول احتياطا بجوز ما طلع الفجر والآن الحمد لله الله أراحنا من الوسائل المتاحة بين أيدينا لمعرفة طلوع الفجر طلوع الفجر اللي هو وقت أذان الفجر بعض الناس يمسك عندهم إشي اسمه الإمساك عشر دقائق قبل صلاة الفجر هذا الإمساك ما في منه الحك يعني ولا يلزم بالضل يأكل الإنسان حتى يؤذن المؤذن إذا كان الفجر على ثري ففتي ناين يو كونتينيو تؤيت أنتل دات تاين يعني إذا بتسمع الأذان عند الأذان إذا بتشوف الساعة لما يصير ففتي ناين تمسك عن الطعام انتهينا هذا هو وقت الإمساك ليس عشر دقائق لأني بشوف أحيانا بعض ال 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 حطيني الإمساك كالمن وبجنبه حطيني الفجر لا لا الفجر هو الإمساك وعشان هيك احنا في التقويم بتاعنا بنكتب الفجر والإمساك والله تعالى على وعين فيعجل الفطر إذن لأنها السنة متى تحقق غروب الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطباتهم قبل أن يصلي رطب يعني من التمر فإن لم تكن فعلى تمرات رطب المستوية لذائبة هذه أو التمر فإن لم تكن حسى حسوات من ماء يعني شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعض يعني الماء عليه الصلاة والسلام حتى يتأكد من الإفطار ثم بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام فإذن هذا هو الأدب في السحور وفي الإفطار والإمساك من أداب الصيام أيها الإخوة والأخوات الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام ما نضيع اليوم كله بالأعمال والأشغال والواجبات اللي علينا وننسى إنه إحنا في شهر رمضان وإنه هذا بمر مرة في السنة حتى ربنا عند عز وجل يعني قلل من أن نتصور إنه طويل أيام معدودات يعني كل كم يوم وهين الآن دخلنا بارح رمضان هايشوف وين إحنا الآن الليلة اللي جاية ثلاثة وعشرين سبحان الله فانتهى رمضان إحنا اليوم هذا السبت باقي عنا كمان سبت ودرس ثاني وانتهى شهر الصيام فنستغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن حتى وانت بشغلك اذكر الله عز وجل وانت بشغلك صلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواء بن ماجة عن عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن للصائم عند فطري عند فطره دعوة ما ترد له دعوة لا ترد الصائم هذا إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد الله عز وجل يستجيبها فإياك أن تشغل بألوان الطعام اللي على المائدة لأنه إحنا يعني المسلمين كرة ماء بالطعام بنكثر ومثل ما بيقوله في المثل الدارج عين الصائم فارغة يعني المرأة بتحضر وبتحط وبساعدوها الأولاد وبيجي حضرته بيقول يعني شو هذا حطه كمان حطه كمان أو العكس الزوج بيحضر والمرأة بتيجي بتقول هذا قليل وبتزيد فمن التجربة أنه نص الطعام يلا يؤكل والحذر الحذر من رمي الطعام بالنفايات والتخلص منه بهذه الطريقة خلوه في التلاج وافطروا عليه بكرة وبعد بكرة ليش لا يعني ما الله يرحم الأيام اللي كنا ما نستوعب أنه فيه أكل بظل ورا الوجبة لأنه العائلة كبيرة والطعام قليل ولا يبقى في الصحون ايشي أصلا أو السدر أو القدر لا يبقى فيه شيئا لأنه أصلا لم نشبع لأنه هذا اللي كان متيسر خمسين وستين سنة الناس يلا يشبعوا يعني من الطعام لكن اليوم ما بوكلوا اللي بحطوه ثم بعدين برموه في الزبال أحيانا زي ما هو أحيانا لسه ما نفتح ليست هذه من شيئا المسلمين اتذكر الجوعة اتذكر المعوزين اتذكر الفقراء اتذكر حالك إذا كنت يعني في سني الستينات اتذكر حالك احنا لما بنحكي لأولادنا قصصنا وكيف كنا نفرح ببعض الأطعم وما بيصدقوا they can't comprehend that معقول هذا الكلام احنا بنقولهم أنه زمان كنا نأخذ الفواكه للمريض هذه مش لا حيا الله واحد يأخذ الفواكه إذا كان مريض بروح نطل عليه بشوية فواكه مش إنه موجودة يعني على على الكاونتر في الدار وبتخمج وبتخرب وبنكبه وماحد وكلها لا هذا ما كانت هال هال الأججري هذه ما كانت متيسرة في حياتنا الشباب اليوم يعني هذا الكلام عليهم صعب ويفهموا أو يستوعبوا فما تنشغل في الأطعمة والأشربة بسم الله بسم الله ثم تشرب ماء أو تمر ثم تدعو تدعو من خيري الدنيا والآخرة لك ولأهلك وأرحامك وأحبابك وللأمة إلا أن تعتقد الأمة لا تحتاج الدعاء والله نحن نحتاج الدعاء 24-7 الأمة وإحنا المسلم فامل كل مكان نحن 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 بسرعة من المساعدة الله عز وجل نحن نحتاج ذلك كل الوقت خاصة هذه الوقت الأمة في امتحان وابتلاء من مشارق الأرض إلى مغاربها وأنا بالأمس ذكرت أن مبارح كانت ذكرى النكبة واللجوء والتشرد والاقتلاع من الوطن والوطن عزيز وحبيب للنفس أي وطن عزيز فكيف بفلسطين قلب العالم الإسلامي كيف بمسر الحبيب عليه الصلاة والسلام كيف بمهد المسيح عليه الصلاة والسلام كيف بأرض النبوات كيف بأجمل أرض في الدنيا هذه الأرض المباركة وما زلنا بنعيش وبنتجرع السم من هذه الجريمة وهي أعتى وأبشع جريمة في هذا الوقت المعاصر ثم تلتها جرائم جاءت من ورائها جرائم والحبل على الجرار إلا أن نعود إلى الله عز وجل ونتطلع في حالنا وتصرفاتنا ومواقفنا وديننا ومنهاجنا عسى الله عز وجل أن يكشف عننا هذه الغمة فادعوا الله عز وجل وادعوا الله كان الصحابي يدعو الله بشسع نعله يعني إذا انقطع خيط الحذاء جلكم الله يدعو الله فأنت أدعو الله في كل شيء وربنا بحب أنك تدعي تدعوله وربنا يقول ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أول شيء قال ادعوني بعدين قال الدعاء عبادتي واللي بستكبروا عن عبادتي هذول بقعدوا في جهنم نعوذ بالله فالله بحب يسمع صوتك وتدعوه في كل شيء في إيشي يعني هاي فأب أي إيشي عليك امتحان عليك مقابلة عليك مقبل على بيزنس ديلك ادعو الله عز وجل إلجأ إليه صلي صلاة الحاج صلي صلاة الاستخارة فادعو الله إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد ادعونا أيضا يعني نذكركم والله أنا يشهد الله يعني لا أنسى الجالية أبدا في سجودي في كل فجر جاليتنا هذه أهلها وولادها ودماءها وأعراضها ومصالحها وحريتها وأمنها وأرزاقها في كل فجر وهذا واجب على بعضنا البعض لأنه لازم ندعي لبعض الله قدر نعيش في محيط واحد جاليتنا والله مثل عيلة واحدة يعني نشعر أنه الواحد صحيح بتقوله من أي بلد بقول من بلد كذا بس الآن لما بيسألوكم من أي بتقول أنا من جالية شيكاغو فنذكر بعضنا بالدعاء عند الغروب أرك الله فيكم هذا أمر ضروري إن شاء الله تعالى وكان عبد الله إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي كان عبد الله أي ابن مسعود إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي كان بعض السلف يقول يا رب أنت تقول وسعت رحمتي كل شيء وأنا شيء أنا شيء اغفر لي وتبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الفطر ذهب الضمأ وابثلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى وروي مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وكان أيضا روى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل الإمام العادل مش الإمام الصلاة يعني الكل مطلوب منه العدل كلنا يعني وإحنا مطلوب مننا العدل يعني every time we take a decision every time we deal with people every time we treat others every time we give شهادة or testimony or witness مطلوب العدل لكن أعظم صور العدل عدل الإمام منه الإمام أي الحاكم الرئيس أو الملك أو الخليفة وكلكم راعن وكلكم مسؤول عطائيته لكن هذا الحديث يقصد فيه الإمام الحاكم العدل لأنه بعدله تسعد الأمة وبظلمه تشقى الأمة وانتوا شايفين شقاء الأمة الآن بسبب الظلم وبسبب الاستخفاف بمصالح العباد والتجرؤ على مصالحهم وعلى حريتهم وعلى كرامتهم جرأة من قطعة النظير فالإمام العدل عدله تنتفع به الأمة وتعز بإذن الله ويمكن لها وتعيش في رغد العيش لأنه بصير ما في فساد بصير في عدل في محاسبة في شفافية إذن ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب دغني بتطلع على السماء طيب هاي المظلومين بندعو وما بيستجيبنا ربنا لا تعلم ولا تعرف الظاهر أنت معنا الاستجابة استجابة إما أن يستجيب لك فورا أو يبدلك من ذلك خيرا أو يستجيب مؤجلا أو يدخر ذلك لك يوم القيامة سبحانه وتعالى لكن لا بد من استجابة دعوة المظلوم المظلوم حتى لو كان كافر الله يستجيب دعوته لا إله إلا هو حتى لو لم يكن مسلم من آداب الصيام الكف عما يتنافى مع الصيام الكف عما يتنافى يعني اللي بيخدش قدسية الصيام وحرمة الصيام ابتعد عنه الصيام عبادة من أفضل القربات شرعه الله تعالى ليهذب النفس ويعودها الخير ليهذبها وليعودها الخير فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشراب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم هكذا أدبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي حديث صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه المسألة ليس مشألة جوع زمان كان الختيارية يذكرونه وإحنا صغار لما نسبع بعضه كذا يقولون والله أنتو صيام جوع كلاب صيام يعني هي طبعا كلمة مش مناسبة لكن هذا اللي عندهم ما تخرجوا من جامعات ولا يضربوا المثل من طبيعة الحياة اللي يعيشوها أنتو قاعدين جوعكم على الفاضي لما نشتم بعض وإحنا أولاد صغار بتصوم وقاعدين وبتسبوا على بعض فظل في أذهاننا أن الصيام لازم يعامل معامل خاصة ولازم الصائم يتحلى بأخلاق خاصة وهو صائم ضلت هذه في أذهاننا ونحن صغار من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر نعوذ بالله أسأل الله أن نخلص وأن نصدق في صيامنا وقيامنا حتى يتقبل الله عز وجل من الصيام والقيام إن شاء الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من سنن الصيام أيها الإخوة والأخوات من سنن الصيام السواك يستحب أن الإنسان يتسوك أثناء الصيام ولا فرق بين أول النهار وآخره لأنه بعض الفقهاء قالوا تتسوك إلى الزوال بعد الزوال لا تستعمل السواك الزوال اللي هو يعني الظهر وهذا غير صحيح ولا هو ثابت بالسنة السواك يستعمل سائر النهار وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه أيضا الذي يقوم مقام السواك لكن السواك طبعا فيه بركة أكثر وفيه هكذا شيء من التعبد يقوم مقام فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان وكذلك إذا تحب تتمضمض بهذه السلوشن اللي مشار رائحة الفم كل هذا تضنيب يعني أن تتعاهد فمك ورائحته ورائحته سواء سواك أو فرشاة أسنان أو يعني محلولة للمضمضة ثم تخرجه يعني فالشافعي رحمه الله تعالى لم يرى بالسواك أول النهار ولا آخر النهار بأسا يعني الإنسان يتسوك في سائر الأوقات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم أيضا من آداب الصيام مدارسة القرآن والجود كما يذكر العلماء الجود ومدارسة القرآن من مستحبات الصيام هي طبعا مستحبة في كل وقت مش معقول نهجر القرآن طول العام ونيجي لكن نتكثر من القراءة بإقبال وخشوع وخضوع وطهارة نكثر قراءة القرآن ومثل ما ذكرت في خاطرة العشر الأواخر قبل كم يوم لما بدأت يوم الخميس إذا كنت بتختم في الشهر خلي العشر الأواخر إلهن ختمة لحالهم مثلا كل يوم ثلاث أجزاء كل يوم ثلاث أجزاء أقل من ساعة تقريبا يعني ساعة ساعة وخمس دقائق فكثر من قراءة القرآن والجوت العطاء الصدقة البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى لأن بعض الناس بعض الناس بعام الرمضان مثل غير رمضان بالنسبة للعطاء ما بعطي يمسك لا خلي رمضان في عطاء أكثر وقلت أكثر من مرة الجود من الموجود على قد فراشك من دجريك كما يقولون الغني من غناه والمتوسط من ما يليق برزقه الفقير يعطى ويعطي الفقير يعطى فإذا أعطي مثلا وصار عنده شوي يعطي الفقير اللي أكثر منه فقر ولو قليل ولو خمس دولارات مثلا لكن يعود نفسه على الصدقة وليست حلوة وجميلة وصفة محمودة أنه الواحد ظل يتعود على الأخذ ويتجرأ على الأخذ خاصة إذا اكتفى أو شعر أنه هناك حاجة ناس أحوج منه فإذا أكتفى فإذا أكتفى في بعض الناس من سنين طويلة وهو يطلب الزكاة الإنسان كولر لأنه كان صادق في الكلام قال أنا أنا والله مش بحاجة للزكاة لكن لكني يعني بدي أأخذ هالأولاد تفرفشهم يعني اشهد الله هذا اللي حصل طيب تأخذ الأولاد تفرفشهم هذي من مصارف الزكاة لكن أنا بقول أنه I appreciate that he was truthful يعني صدق فيما قال لأنه بعض الناس لا مش هيك يعني يدعي أنه فقير وليس بفقير للأسف وإحنا طبعا رأينا حالات لكن من الحالات اللي كثير أثرت في نفسي في حياتنا في هالمسجد أننا نوزع الزكاة على من الأموال اللي الحمد لله مبارح الله يجزيكم الخير ويخلف عليكم على ما فعلتم نوزع الزكاة على الفقراء فجاءنا جاءتنا أختان بعد مرور سنة وردتا الزكاة اللي أعطيناهم إياها قال والله إحنا شعرنا بحرج وإحنا الحقيقة ما كنا بحاجة وإحنا سمعنا درس ولا نريد أن نقع بالإثم فهذه الزكاة أعطوها للناس فقراء حقيقة يعني هذه حصلت حالتين أو ثلاث فقط شيء بعلمنا إحنا الأدب بعلمنا أنه الأمة فيها خير والناس بخير إن شاء الله والتقوى موجودة والصلاح موجود لأنه هذه الزكاة أموال يعني مثل اللي يأخذها بدون حق يعني إنما يأكلون في بطونهم نارا مثل أموال الأيتام اللي ما له حق فيها فالإنسان عد للعشرة قبل ما يقرر أمد إيده لكن في المقابل الصائمين الأغنياء أنت هذا الكلام مش إلك موجه أنت موجه إليك تعطي وأنا أعجبني جاءني عدة اتصالات من أخوة وأخوات بيقولوا إحنا ما بنسألك عن المنظمات التالية نعطيهم ولا لا يسألوا يريدوا أن يتحققوا وين بتروح الزكاة ومن الذي يأخذ زكاتهم فهذا أمر مهم بالحقيقة هذا الأمر مهم أنك تعرف وين بتروح الصداقة تبعتك الجود كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة الله الله يا رسول الله الله مصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أكرمه عليه الصلاة والسلام هو كريم في كل الأوقات لكن في رمضان في كان خصوصية له عليه الصلاة والسلام في الكرم وفي العطاء وفي البذل وفي الجود صلى الله عليه وسلم فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر وكان عليه الصلاة والسلام من خلقه أنه كان إذا جاءه شيء لا يبيت عنده عليه الصلاة والسلام يوزع كل شيء قبل أن قبل أن ينام عليه الصلاة والسلام حتى لا يبقى عنده شيء ومرة صلى عند في الناس ثم هرعى مسرعا بعد السلام ثم رجع عليه الصلاة والسلام وأكمل التسبيح فقال لهم كأنك استغربت وأنا والله ذكرت ورق فضة باتت عنا نسيتها يعني فاستعجلت وأمرت بإخراجها عليه الصلاة والسلام الظاهر إنها من أموال الزكاة أو ما شابه فاستعجلت وأمرت بإخراجها عليه الصلاة والسلام أيضا الإجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان ينبغي أن نشتهد في العشر الأواخر من رمضان أكثر من غيرها أنا خصصت خاطرة الحقيقة للعشر الأواخر وهذه الخاطرة كانت في بداية اللي هي يوم الخميس وأنه ينبغي أن نكثر من العبادة والقراءة القرآن وما شابه ذلك فنجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يزيد وقلنا قبل قليل يزيد من القراءة يزيد من الاستيقاب يوقظ أهله صلى الله عليه وآله وسلم ويسهر ليله ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام وينقطع للعبادة مع ربه ويعتزل الدنيا النساء والشهوات عليه الصلاة والسلام لذلك أرجو من الإخوة والأخوات أن يتنبهوا لهذا عسى الله عز وجل أن يقبل صيامنا وأن يقبل قيامنا وأن نكون من المقبولين ومن المعتقين من جهنم الله له عتقاء في كل ليلة فنسأل الله عز وجل أن نكون نحن من أهل العتق من النار اللهم آمين في اللقاء القادم بإذن الله سأتكلم في ماذا ما الذي يفطر به الإنسان وإن كان الشهر ما يبطل الصيام يعني وإن كان الشهر سيكون ما في صيام ثاني يوم لكن الله أعلم خلينا الآن ما نحدد الموضوع ربما نتكلم عن فقه العيد لأنه سيكون اليوم التالي العيد أو ما شابه بعض الأمور التي تخص إن شاء الله ما بعد رمضان من العيد ومن صيام الست من شوال ومن القضاء هل يصوم الست من شوال أو يقضي كل هذا بإذن الله سنتحدث عنه في اللقاء القادم سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبعوا أحسنه اللهم آمين اللهم تقبل منا وقبلنا وعافنا وعفو عنا وسامحنا والطف بنا واسترنا وفرق وفرج كروبنا والمسلمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم أعننا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا من عتقائك في شهر رمضان اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ولأزواجنا ووالديهم ووالدي والديهم ولمشايخنا ولمن له حق علينا إنك مجيب الدعاء اللهم إنا نسألك أن تحفظنا في هذه الجالية من كل سوء اللهم احفظ علينا في هذه الجالية ديننا وإسلامنا وذرياتنا وأموالنا وأعراضنا ودماءنا ومصالحنا يا أكرم الأكرمين احفظ علينا ديننا وعقيدتنا إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة الجدير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى اللهم أمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات حسن إنصاتكم إلى أن نلتقي الليلة عندنا الليلة خاطرتنا إن شاء الله الساعة العاشرة أترككم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله وخيرا أجمعين